السلام ورحمة الله شكرا شباب إن شاء الله كل يكونوا بخير فيديو اليوم مواصفات تشغيل بوب جي ستيم على البي سي وطبعا متل ما منعرف كل تحديث ينزل أكيد راح يعني اللعبة راح تكون مطالبة مع الوقت يعني كل مع كل تحديث يصير يعني اللعبة أتقل والمواصفات يعني لازم يكون شوية علي عشان تشغل اللعبة باستقرار فهذا يقول فيديو اليوم اشي المواصفات الأقل اللي لازم تكون موجودة على حاسبتك واشي المنصوح بها المواصفات اللي تنصح فيها البوب جي أو نحنا كمستخدمين واش المواصفات اللي الأفضل اشي ممكن تكون عن ذاك ويا طبعا المواصفات جدا عالي لكن اللي يهمنا نحنا أقل شي المواصفات الأقل شي اللي لازم انت تكون عندك ياها على أجهزتك على جهازة الكمبيوتر أو البي سي عشان تقدر تشغل لك اللعبة ومع هيك تر راح توجهك شوية مشاكل لكن متل ما ما معرف يا شباب إذا بدك تشيك على الشي هذا فتروع على البوب جي نفسها وبعدين تروع على موقع الشراء بتاع اللعبة ورح تلقى هون يعني المواصفات مكتب لك المنموم و يعني هون أقل شي و هو المنصوح به بس أنا ما راح يعني ما راح أخذ بهدول الأشياء طبعا أكيد يعني تقدر تقول هدول المعلومات هم نفسهم اللي أنا اللي راح أتكلم عنهم فبالمنموم مت مت نحنا ما نشوف طبعا راح أحاول أتأكد إنه المعلومات طابقة بع بعض طبعا خلنا بالأول نبدأ بالويندوز هدا بالنسبة للمواصفات الأقل لا شيء لازم يكون عندك ويندوز سبعة أربعة وستين بيت متل ما مكتوب هون متل ما كتب شايفين ويندوز تماني أو ويندوز عشر يكون أفضل ما بعرف إذا في فرق بين الويندوزات أنا ما عندي خبار بهالشي بس المهم ويندوز سبعة على أربعة وستين بيت أو أعلى هذا بالنسبة للمعالج إلى النظام بالنسبة للمعالج يلازم يكون عندك متوفر من شركة انتل الاي خمسة أربعة واربعمية وثلاثين من انتل أو او ام دي اف اكس ستتلاف وثلاثمية طبعا الرماعة تماني فيرام بس حاليا مع التحديثات والهاي ما عاد تكفي حتى أنا نفسي شايف انه هذا المعالج يعني مش والله خارجي شكل لك اللعبة باستقرار فدائما رح تواجهك مشاكل ورح تلاحظ انه في لاق وتقطيع باللعبة بسبب انه المواصفات عندك شوي ضعيفة بالنسبة للأقل ايشي اللي لازم تمتلكه بحسبتك حتى تماني فيرام ما عاد تساعد كتير بصراحة بالنسبة لكرت الشاشي جي تي اكس تسعمية وستين اقل اشي اقل اشي اها طبعا اقل اشي مع اثنين جيجا فيرام او ام دي رايدون ارزي فنت 370 فيرام 2 جيجا بس انا بعرف كم شخص يعني عبي لعبون على جي تي اكس تسعمية وستين وعب تواجههم مشاكل طبعا اثنان اللعبة لاقات مرات وشي طبيعي المواصفات مش قوية كتير عشان تشغلك لعبة مثل بوب جي ستيم خاصة يعني بعد هالتحديثات اللي صارت وهذه المعلومات موجودة من زمان يعني اتوقع من وقت ما نزلت اللعبة طبعا الديريكت اكس هاي لا تتم فيها لازم تكون عندك الديريكت اكس والباقي الاشياء يعني بتعرف انت المساحة يفضل يا شباب ابدا لا تستخدم عشان لعاب الشوتر خاصة من بوب جي فورتنات او سي اس جو هارد ميكانيكي او او اتشي دي دي دايما نستخدم اس اس دي المساحة اللي تطلب اللعبة 40 جيجا بس انا انا عبقل لك يعني ازا بدك تجيب اه 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 قطعة اس اس دي يعني ازا بدك تنزل عليها ملفات الويندوز بدك تنزل عليها لعبة بوب جي ستيم فايق يكون يعني الاس اس دي تعبت خالص وصارت تسبب لك لاج ودروب اف بي اس ومشاكل فمن النهاية لازم يكون عندك اقل شي مية وعشرين جيجا قطعة اس اس دي عشان ما تسبب لك مشاكل وانت بس يعني حط عليها اه اذا انت عبت لعب علعب شوتر اه حط عليها الالعاب الشوتر واللعاب السورفيفر حطها عادي بقطعة الهرد الميكانيكي او اي شيء بس المهم علعاب الشوتر مثل بوب جي ستيم او فورتنات او سيس جو دايما على اس اس دي عشان ما يسبب لك مشاكل بالاداء وما يسبب لك لاق وتبطيع باللعبة مثل ما قلت لك اربعين جيجا ما رح تكفي خدا مني انا اه فاقل شي مية وعشرين عشان تكون امورك تمام اه طبعا هاي كانت معلومات بالنسبة للمواصفات الاقل يعني اقل لاشي لازم تكون موجودة على جهازك طبعا خلنا نروح على المواصفات اللي البوب جي نفسها تنصح تنصحنا فيها وانا اشوف انه لازم هاي تكون يعني موجودة يعني لازم على الحاتين تكون هاي موجودة عشان ما سبب لك مشاكل في بعض الاشياء اه رح استبعدها مثل اه المساحة الخمسين جيجا اه لازم مثل ما اقول لك مية وعشرين اقل لاشي عشان ما تواجهك مشاكل فخلنا نبدأ اه بالنسبة للنظام الويندوز يعني سبعة ارواع وستين بيت او على هذا نفس الاشي لكن بالنسبة للمعالج اه مثل ما كم شايفين من انتل اي فايف ستة لاف ستمية كاي انصح تجيب اه اقوى من ه Shel معالجة اقوى من هيك يعني مه مثل المعالجة اي فايف في الجيل التاسع او اي سبعة الجيل الليγية تاامن دعا انك تجيب اقوى من هيك يعني اذا جبت اقوم من هيك يكون افضل بس يعني مثل المعالجة هدول اللي ذكرتم انا اتنين يعني اكتر من كافي او انك يكون عندك ام دي رايزن اه خمسة الف ستمية طبعا الرامات اه 16 ما في رامات 12 ما في رامات 14 هو عندك 8 16 32 64 16 اكتر من كافي اذا يجي واحد يقول لي طيب اذا جبت اتنين وثلاثين عالفاضي جيب 16 و انس الموضوع اذا انت محتار ولا تجيب مثلا اه رامات اه قطعتين اه رامات حبتين بسرعة 3600 ولا ولا تجيب اربع حبات بسرعة 3000 لا انا بنصحك تجيب الحبتين 3600 انه راح تقدمك ترددات سرعة اعلى واكيد يعني حتى لو فتحت بث و لعبت لعبه ف 16 جيجا بايت رام اكتر من كافي بحر ما في دعا ما في دعا يعني تجيب انك ما في دعا تجيب اكتر من هيك طبعا بالنسبة للكرت الشاشي اه انا يعني شايف الشي جدا مهم ان يكون عندك جهازك اه اقل ايشي كارت من انفيديا جي تي اكس 1060 ثلاثة اه الفيرام وبنصحك يكون اقل شي اربعا لانو الثلاثة ما عدت كافي بصراحة حتى الاثنين يعني صارت صبلك مشاكل والثلاثة مش مناسبة بدك اقل شي اربع يعني انا بشوف يعني مع مع الاربع على لو سي تنجز اتوقع انت تكون مناسب كتير بس بس على شاشة فلوش دي يا شباب انا يعني عبت اتكلم على شاشة فلوش دي انا ما عبت كلم على شاشة اه او فور كي انا كل هالعدادات اللي ذكرتها حاليا على شاشة فلوش دي وهذه الأعدادات بهذا البهاي الخانة أبداً ما رح تساعدك على شاشة Full HD Full HD هي 1920x1080 يعني هذول العدادات يعني تقدر تقول على شاشة HD 1280x720 أما هذول العدادات على شاشة Full HD وتقدر تلعب عليها 144 فريم أكيد يعني هذول المواصفات ما رح تعطيك 144 فريم بجوز 120x110 أي شيء تقريباً لكن هذول العدادات مناسبات فمثل ما قلت لك GTX 1060 ويفضل يكون 6 جيجابايت الرام بتاعه VRAM لكن 4 مقبول خلاص كافي أو AMD RX 580 VRAM بتاعه 4 مثل ما كم شايفين أفضل شيء 4 أو أعلى DirectX ما رح تكلم عنها Storage مثل ما ذكرت من قبل 120 هي يعني أتوقع أقل شيء موجود يعني قطعة SSD 120 أبداً لا تلعب لعبة بوب جيستيم على HDD لأني جربتها وشفت يعني القرف اللي فيها لاق وتقطيع ودروب FES ما بعرف إيش فأنسى حتى لو كان عندك مواصفات نار ولعبت اللعبة على HDD فأنت هي قتلت أداء اللعبة وقتلت كل مواصفات الباقية لأنها معا بتقدم الأداء المطلوب فباختصار هذول اللعدادات الشباب مثل ما قلت لكم انساهم شيلوا من رأسك ممكن تلعب على كرت GTX 960 رح يسيب لك شوية مشاكل ممكن تلعب على 8 GB RAM لكن برضو رح يسيب لك شوية مشاكل مثل ما قلت لك 40 GB و 50 GB المكتوب بموقع اللعبة أبداً ما رح يكفيك 120 GB عشان تكون أمورك بالسليم وخاصة إنها تكون SSD بالنسبة للإعدادات اللي أنا بنصح فيها هذول أقل إشي وخاصة رقز لي على كرت الشاشة لازم يكون أقل إشي 1060 4 GB RAM أو 6 يفضل 6 يكون 4 أو 6 وكيد يعني كل ما كانت المواصفات علىها بيكون أفضل فهذول هم يا شباب كل شيء إعدادات اللي حالياً تطلبها منك بوب جي ستيم عشان تشغل لك اللعبة يعني بعد سنتين بجوز يعني صير اللعبة يعني تطلب أكتر من هيك فأنا بصراحة واقل جبت كرت شاشتي RTX 2070 الفيرام بتاعه 8 GB كانت الفريمات عندي يعني 170 تعرفوا أنه يعني كان فريمات جداً عالي حتى لو كان يعني باللعبة السيئ لكن كانت وقتا يعني كان يقدمني أداء رهيب لكن حالياً أنا نفسي عبلاحظه عبلاحظه أنه صار شوي الضعف بالأداء ليش أنه البوب جي دائماً تيجي هالتحديثات مع كل تحديث صير اللعبة مطلبة أكتر وهالشي يجي أكيد يعني ما راح ينفع بعض كم سنة فهذا وكان كل شي شباب أتمنى أنكم استفادتوز استفاد لا تنسأل لايك والاشتراك وتابعني على التويتش عشان البتوت السلام عليكم موسيقى